خرج الجندي البريطاني بيتر موفات من عدن في العام 1967 ضمن آخر قوات الاحتلال الإنجليزي لجنوب اليمن لكنه لم ينسى تفاصيل ذلك الخروج وكتب عملا تلفزيونيا تستعد البي بي سي لعرضه في وقت لاحق يعرض العمل التلفزيوني الذي يحمل اسم الموقع الأخير في حلقاته الست ما حدث بين أبناء المدينة المنضمين إلى صفوف المقاومة وقوات الاحتلال ووفقا للمعلومات التي نشرتها شركة الانتاج فإن العمل يوثق لأهم مرحلة لقوات بريطانية في الخارج وهي تحارب ما أسمته بالتمرد ونظرا لأن مدينة عدن لا يمكنها أن تكون حاليا مكانا آمن لتصوير أعمال درامية أجنبية فقد لجأ الطاقم إلى جنوب أفريقيا وهناك تم تصميم موقع يتطابق مع أحياء وشوارع عدن القديمة كما شارك في العمل عدد من المهاجرين اليمنيين في بريطانيا والذين تركوا البلاد قبل عقود لكنهم يحفظون تفاصيل الحياة فيها سيشاهدوا أبناء عدن حلقات المسلسل البريطاني وسيدركون وقتها أن الحال لم يتغير كثيرا وأنهم ما زالوا في مهمة البحث عن الأمان يواجهون من يحاول أن يسيطر على مدينتهم وإن بصورة وشكل آخر اشتركوا في القناة